إجراءات استباقية واستعدادات أمنية في خطة لمختلف صنوف الأجهزة الأمنية أعلنت عنها قيادة شرطة ميسان لحماية العملية الانتخابية في الثامن عشر من الشهر المقبل تم وضع خطة أمنية متكاملة لحماية الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة ميسان وقبل يومين تم إجراء ممارسة نهائية على هذه الخطة وشملت هذه الممارسة نسبة 70% من مراكز الاقترع في محافظة ميسان الحمد لله وشكر الخطة عالجت جميع الجوانب عملية الانتخابات من الآن إلى يوم الانتخاب وبعد إجراء الانتخابات قوتنا التي سوف تقوم بحماية الانتخابات هي كافة القوة الموجودة في محافظة ميسان قيادة الشرطة وإجهزة أمنية وقيادة العمليات وفي الوقت الذي أعلنت فيه مفوضية الانتخابات في ميسان عن انتهاء إجراءاتها اللوجستية ليومي التصويت الخاص والعام لفت مراقبون إلى حساسية المرحلة المقبلة وضرورة تفعيل التعاون المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة حسب قولهم قام مكتبنا بإجراء دورات تدريبية لموظفي الاختراع الذين سوف يكونون عاملين في يوم الاختراع أيضا قمنا بتجهيز وعملية انتشار لمراكز ومحطات الاختراع التي ستقوم بالعمل في يوم الاختراع أيضا قمنا بتجهيز مركز للتدقيق خاص لعدوى فرز وتدقيق الأوراق حسب الإجراءات جملة من العمليات والإجراءات التي اتخذها مكتب انتخابات ميزان تدخل في حيز الاسعدادات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات 2023 تكاثف الجهود ما بين قيادة الشرطة قيادة العمليات الأمن الوطني وأيضا الشرطة المحلية النجدة نحتاج تكثيف هذه الجهود لغرض حماية المواطن حماية المرشح حماية المرشحات لهذه الانتخابات نعرف كل زين أنه الوضع حساس جدا في هذه الفترة هناك من يقاطع الانتخابات هناك من يعيد الانتخابات ممكن أن تحدث خروقات لكن هذه الخروقات بجهود القوات الأمنية وبجهود قيادة الشرطة إن شاء الله متكن هذه الخروقات ويتنافس 178 مرشحا على 14 مقعدا لتشكيل حكومة بيسان الجديدة في وقت أعلن فيه مواطنون عن مقاطعتهم لهذه الانتخابات من ميسان حيدر الساعدي قناة الججلة اشتركوا في القناة